أرشد الله أني ماشا ميت فيك يا أستاذ حسن يا أبي حسن والله ماشا ميت فيك ولا للحظة إنما أردت أن أقول لك الموت كاز دوار على الجميع النهاردة نزله فيديو والله أبكاني والله نزله فيديو دلوقتي لسه شايفه أبكاني أبكاني شاهد عدل إمان في عزان أجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي تسلم عليكم السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على ميت جوال 14 برو ماكس وسحب على ميت ألف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بعد وفاة ناجل حسن يوسف طبيب يكشف أسباب الغرق ويحذر من السباحة في هذا التوقيت كشف الدكتور أيمن فودا كبير لطباء الشرعيين السابق تفاصيل حالات الغرق بعد وفاة ابن الفنان حسن يوسف بالغرق موضحا أن الغرق كلمة يونانية تعني عدم وصول أكسجين إلى الرئة وتابع خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صلاة التحرير على قناة صد البلد أن المياه تدخل محل الهواء في الحويصالات الهوائية عند الغرق وشرح كبير لطباء السابق أن أسباب الغرق عديدة من بينها الإجهاد الحرارية أو وجود حالات مرضية أو التقدم في السن أو قصور في الدورة الدموية نها العنبر تكشف سبب غرق عبدالله حسن يوسف عبدالله حسن يوسف يواصل تصدر التريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته المفاجئة وصدمة والدها النجب حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة الشمس البارودي ونعت الفنان نها العنبر عضو مجلس إدرة نقابة المهن التمثلية عبدالله حسن يوسف قائلة خبر مفجع ربنا يكون فيه عن أسرته وقالت نها العنبر خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدم العالمية لميس الحديد على شاشة أون شمس البارودي كانت في المستشفى هناك والأمن أخبرنا أن عبدالله يوسف حسن نزل في وقت به ارتفاع في الأمواج مع تحذير الأمن من ذلك ولفتت إلى أن سيارة تابعة للنقابة ستنقل جثمان عبدالله يوسف وتوجه مساء اليوم جثمان عبدالله حسن يوسف في سيارة إسعاف للطب الشرعي بالإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاء عرض جثمان نجل الفنر حسن يوسف على الطب الشرعي في الإسكندرية استقبل مستشفى سموح الجامع بمحافظة الإسكندرية جثمان عبدالله نجل الفنر حسن يوسف للعرض على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته وكان عبدالله نجل الفنر حسن يوسف 35 عام تعرض للغرق بأحدى القرى السياحية بالساحل الشمالية واجرى نقل الجثمان الى مستشفى العالمين بمرسة مطروح واجرى فريقه من النيابة العامة بمحافظة مرسة مطروح مناظرة لجثمان الشاب وقررت نقله الى مصلحة الطب الشرعية بمحافظة الإسكندرية لتأكد من عدم وجود شبهة جنائية قبل اصدار تصريح الدفنة وتم عرض الجثمان على القسم الطب الشرعي بمستشفى سموح الجامع عقب الانتهاء من الكشف الطبية وتوفي فجر اليوم عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف شمس البارودي اثر تعرض للغرق في الساحل الشمالية اول تعليق من عاد الامام بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف ابن شمس البارودي بحسب ما تم تداوله حتى الان فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرض للغرق في البحر واكد لطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى كما اكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين ان الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر اتيه هذا ما تسبب في وفاته واوضح لو طبان نجل حسن يوسف وصل الى مستشفى العالمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة ولذلك وفقا لما ظهره الكشف الطبي الذي اكد وفاته بالفعل منذ ساعات ورزق حسن يوسف اربعة اولادهم نريمان ومحمود عمر وعبدالله من زوجة شمس البارودي وكشف الفنان حسن يوسف تفاصيلا واصرا عن وفاة الفنانة سعاد حسن قالنا سعاد حسن مأتولة وليست منتحيرة وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الاعلام سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاعى لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دماء واحدة واضاف حسن يوسف سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دم وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل القائها من الشباك وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الاعلام سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاعى لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دماء واحدة واضاف حسن يوسف سعاد حسن لم يكن حولها اي نقطة دم وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل القائها من الشباك بعد وفاته غرقا معلومات عن عبدالله حسن يوسف توفي عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرود امسا اثر تعرض للغرق في قرية بدرب الساحل الشمالية وانا استعرض لكم في هذا الفيديو معلومات عن عبدالله حسن يوسف يعد عبدالله حسن يوسف اصغر ابناء الفنان حسن يوسف والفنان الشمس البرودية لدى عبدالله حسن يوسف ثلاثة شقاهم عمر حسن يوسف محمود حسن يوسف نريمان حسن يوسف وكان عبدالله حسن يوسف بعيدا عن الاضواو والوسط الفنية كما أنه لم يظهر إعلاميا وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقه محمود حسن وشقيقته نريمان فيما يعد عمر حسن يوسف الوحيد الذي صار على نهج والديه بعكس شقيقه نريمان ومحمود حيث التحق بالمجال الفني ودخل عالم التمثيل وشارك في مجموعة من الأعمال ويبلغ عبدالله حسن يوسف من العمر 35 عام إذ أنه من موليد 1980 درس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا كما أنه حاصر على بكالوريس إعلام من جماعة بيروت وحرص المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف على نعي عبدالله أصغر أبناء شقيقه إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك لا حول لا قوة إلا بالله إن لله وإن ليه رجعون توفي أمس عبدالله حسن يوسف أصغر أبناء شقيق الأكبر تغمضه الله بواسع رحمته نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة أول تعليق من عاد الإمام بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف وابن شمس البارودي بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف إرثرى تعرض للغرق في البحر وأكد لطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي